بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العسيس الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أن ضغطهم أم لم تنظرهم لا يؤمنون إنما تنظر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم نجر وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بدر لا تغذي عني شفاعتهم شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حصرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون لأنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العسيز العليم والقمر قدرناه مناسل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغركهم فلا صريخ لهم ولا هم من قدون إلا رحمة منا ومطاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معردين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعهم من لو يشاء الله أطعما إن أنتم إلا في دلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون وأنفقوا في السور بإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفسه شيئا ولا تجسون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على العرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَدُلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَسِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوَعَدُونَ إِسْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَغْفُرُونَ اليوم نختم على أخواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمصنا على أعينهم فاستبقوا السراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم إنصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنود محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من متفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العزام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق أليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق الأليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجداد والسماء رفعها ووضع الميساد ألا تطغوا في الميساد وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميساد والأرض وضعها للأناب فيها فاكهة والنقل ذات الأكماب والحب ذو العسف والريحاد فبأي آلاء ربكما تكذباد خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارد من نار فبأي آلاء ربكما تكذباد رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذباد مرج البحرين يلتقياد بينهما برزق لا يبغياد فبأي آلاء ربكما تكذباد يخرج منهما الأولو والمرجاد فبأي آلاء ربكما تكذباد ويبغى وجه ربكما تكذباد كل من عليها خاد ويبغى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذباد يسأله من هو في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذباد سنفرغ لكم أيها الثقلاد فبأي آلاء ربكما تكذباد يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذباد إرسل عليكم أشواد من نار ونحاس فلا تنتصراد فبأي آلاء ربكما تكذباد فإذا شقت السماو فكانت وردتا كالدهاد فبأي آلاء ربكما تكذباد فيومئذ الله اسأل أن ذنبه إنس ولا جاد فبأي آلاء ربكما تكذباد يعرفوا المجرمون بسيماهم فيوخذوا بالنواس والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذباد هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين هميم آد فبأي آلاء ربكما تكذباد ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذباد دوات أفناد فبأي آلاء ربكما تكذباد فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذباد فيهما من كل فاكهة سوجان فبأي آلاء ربكما تكذباد متكئين على فرش بقائنها من رسط برق وجنال جنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذباد فيهن قاصرات الطغف لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذباد كأنهن الياقوت والمرجاد فبأي آلاء ربكما تكذباد هل ججاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذباد ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذباد مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذباد فيهن قاصرات الطغف لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذباد فبأي آلاء ربكما تكذباد فيهن قاصرات الطغف لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذباد فبأي آلاء ربكما تكذباد حول مقصورته في القيام فبأي آلاء ربكما تكذباد لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذباد متكئين على رفرف كدر وعبقر حساد فبأي آلاء ربكما تكذباد تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما تغى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تغى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيحا بمصابيحا وجعلناها رجوما للشياطين رجوما للشياطين وأعقدنا لهم عذاب الصعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها خزنتها ألم يأتكم نظير قالوا بلى قد جاءنا نظير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقد ما كنا في أصحاب الصعير فاعترفوا بدم بهم فسحقا لأصحاب الصعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأصروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذاق الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللتيف القبير هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فانشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخصف بضم الأرض فإذا هي تمور أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في ظرور أمن هذا الذي يرسقكم إن أمسق رزقه بل لجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مقبا على وجهه أهداء أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي درأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذيل مبين فلما رأوا هزل فتنسيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يدير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وأليه توكلنا فستعلمون من هو في دلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم إن أصبح ماء اشتركوا في القناة